من جانبها كد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام إن حكومة الزرفي ستثمر داخل البرلمان بعد التوافق أو ستمرر بعد التوافق عليها بين القوى السياسية مشيرا إلى أن حكومة الإقليم ستكون أولا داعمين في حال الالتزام بالمقيس القانونية واحترام التستور نحن نرحب بهذا الترحيب ونأمل أن يكون على مستوى المسؤولية هناك مشاكل كثيرة تمر بها العراق من مطالب الشارع الفلتان الأمني قضية المالية هبوط النفط قضية الكورونا قضية العذاب بين أمريكا وإيران ونحن فيها في هذه المنطقة نأمل أنه يأمل ويعمل جاهدا مع اللكرات وكذلك السنة والشيعة ليجمعهم في خطابة منهاجة الوزاري لدعمه وأنا أعتقد أن الحكومة الإقليم سوف تكون له دعم لو التزم بالمقيس التي كاحترام الدستور واحترام الاستعقاقات البرلمانية للأكرات والسنة والشيعة سوف يكون له أثر إيجابي لحل المشاكل للعراق شكرا